موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو اليوم وهو مهم كثيرا لان الكثير من الناس تشكوهم من المشكلة للتشاقق القدمين والجفاف والبكتيريا والفطريات التي تكون في القدمين الوصفة اليوم سحرية كثيرا من درجة انها كتبان نتيجة من استعمال اول سمحوا لي على الصوت لان اضربني البرد مع ذلك ما بخدش لكم في الفيديو اليوم وبالنصيحة اليوم وهذا الوصفة هذه كذلك حتى انتم تزوخلوش عليها بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد لانكم كيفما تستفدوا من وصفات ديالي وكل مرة نجيبكم وصفات جديدة اللي هي مجربة بالتجربة ديالي كنتمنى انكم حتى انتم تدعموني بالاشتراك في القناة واول حاجة بطبيعة الحال هما المدفين لا يكونوا سخونة و لا يكونوا بردين المهم المدفين يجعلنا نشعر بالصرخاء من قدمي ديالنا والتهديئة دياله والثاني حاجة بطبيعة الحال هي الملح لان اكيد ما غاديش نستغنى ولا تقاليد ديالنا والعادة القديمة اللي كانوا يعملوا جدودنا وانما كان يجير الراجل من الدار كان يدخل تعبان من الخدمة كانوا يعملوا الماء والملح وثالث حاجة سوف نستعملوا شامبو اي شامبو عندكم في الدار يمكنكم استعملوا شامبو شامبو لانه اول حاجة يساعد الماء ويجعل الرجلين انهم يشيخوا ويرطابوا مزيان كي نزولوا من الخلايا الميتة تزول بسهولة وربع حاجة ثم نستعملوا خل انا عملوا نصف كزلينبا او صغير بحالة انا الخل طبيعة الحال كي بياط وكيرطاب وكي حارب البكتيريا وعنده بثاف الفوائد وشفنا بثاف الواصفات اللي يخصون بالقدمين وخامس حاجة واللي هي الاخيرة واللي هي مهمة بثاف هذه الاساس وهو الماء او غسل الفم اي غسل الفم اي غسل الفم المهم ان غسل الفم يساعد حارب بكتيريا يزول الخلايا الميتة يحرك الدورة الدموية يرخي يهدئ القدمين وصراحة اضلافه بثاف 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 الفم وهو اتمنى انكم من الاساسيات دين هاد الوصفه هادي انكم تعملوه ومن بعد ما انا عملو هاد المكونات هادي مع بعضياتها بطبيعة الحال سنقع رجل ديننا في الماء لمدة على الاقل نصف ساعة دي المغانه على الاقل يعني لو انك تستعمل اكثر من الساعة المغانه وانك تخلي رجلك المدة تساعد المغانه سيكون افضل وافضل وافضل وانك تساعد المغانه وانك تساعد المغانه وانك تساعد المغانه وانا ارجعت لكم بعد ما انا عملوه ساعة دي المغانه لم تقعد اخلي رجلي بثاف ساعة دي المغانه على شح تشرك لكي نكمل فيديو ديالي المهم سنبدو المقاشر ديالنا وانا غنواريكم كيفش نعملو مقاشر طبيعي انا عندي هاد المقاشر هاد ديال مركضونه سنستعملو من الافضل سنعملو نيشان في هذا العبه ديك تتحوك الرجلين لحاكك ذيه الرجلين سوف نفرق الرجلين جيدا سوف تحقوهم و تهردوهم جيدا المهم هو أن ترى الخلايا الميزة تزول و الجليدات و القشيرات و من بعد ما قصنا رجلاتنا و نشفناهم بالفوتر سوف نعملون كرام اي كرام رجلين و انا لدي فازلين ناتيرل طبيعي و اذا لم تستطيع امتوا اي كريمة رجلين لكي ترطبوا بها القدمين و كيف لا ترى النتيجة بانت و لكن باقي لكي ترى النتيجة الاخيرة كيف سوف تكون و من بعد ما نعملو كرام رجلنا بطبيعة الحال سوف نبسو تقشيرات رجلنا و نجعلوهم واحد المدة و اذا كنا نعملنا هذه الوصفة بالليل ننسبوهم حتى اللي سوف نصبح الصباح و من بعد ما نزولنا تقشيرات رجلنا سوف نعمل كرام رجل السحري للغاية و كيعطي واحد نتيجة رائعة كان شريته من مايوي شركة ديال مايوي و لكن انا غنخليكم تستغنوا على الكريمات ديال ديال الزنقة بطبيعة الحال و غتعطلو كريم بحال و نيت و كيعطي نتيجة اروع و اروع غتعطلو بيتكم في فيديو اخر و ان شاء الله يربي الحبيب و صراحة كي خلي الرجلين كولور وردي و غزال بالزاف يعني كيف ما كتشوفو و عاتك تخرج واحد نتيجة رائعة و المهم كان هذا هو الفيديو ديال يوم انتو ما شوفتو كيفاش رجل كان قبل و كيفاش ولا و شوفو الى زدتو عاودتو طبيعة الحالة ديال الوصفة هذي ما خسكمش تستعملوها مرة واحدة رخسكم على اقرى نهاريا نهار لا بشعطيكم نتيجة لانه نتيجة نهائية و اللي خسكم انتو مرة ما كتبنش في البداية نهائيا ما كتكونش في نهار واحد و لكن على الاقل بعضا رهبان الفرق شاسا ما بين اللوال و ما بين ما استعمل الوصفة و ما نمر ما استعملت الوصفة طبيعة الحال ما تنخلوش الياه بالاشتراك في القناة و بالدعم ديال لايك على الفيديو و تفعيل جرس باش يصلكم اي جديد و شكرا بزاف